اهلا وززrals بكم متابعين ومشاهدين في كل مكان هنشوف يا جماعة في الفيديو ده اسعار البصل برضو تواصل في انخفاض الاسعار وهنشوف اسعار البطاطس حسب نوحة وهنشوف اسعار الطماطم وهنشوف الفرق يا جماعة بين اسعار البصل المؤور والبصل الفتيلة احنا المتابعين كان بيقول للفتيل اللي ما نزلتش لا البصل الفتيلة اتوجد في سهول عبور بشاير ولكن سعره عالي شوية لان طبعا جودته اعلى من البصل اللي هو المؤور هنشوف الفرق بين ده وبين ده وهنشوف كل حاجة ولكن ما تنساش تعمل لايك الفيديو وان شاء الله الفترة الجاية جماعة هنبقى نعرض لكم اسعار الجملة واسعار التجزيئة لان في احد المتابعين طبعا كتير التعليقات الجاية طبعا عايزين اسعار الخضار في سوق التجزيئة هنعرض سعر البصل برضو في الفيديو ده في سوق التجزيئة تابع معا الفيديو النهاية وعايزين نوصل الفيديو ازا ما قلنا جماعة حبابنا ومشاهدين في كل مكان عايزين نوصل الفيديو ده لأكتر عدد ممكن من اللايقات ياريتكم اللي يشاهد الفيديو عمل لايك لو لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة علشان يصلك كل جديد اسعار البطاطس في سوق العبور طبعا كلنا عارفين يعني من بداية تقليع البطاطس الموسم واسعار البطاطس مرتفعة ولكن مع كسرة العرضة جماعة ابتدت ان البطاطس اسعارها تنخفض وانخفضت يعني اعتبر انخفض انخفاض كبير جدا جدا اكتر ما كانت عليه يعني في البداية طيب اسعار البطاطس في سوق العبور فيه طبعا بطاطس زرق المين يا جماعة تبدأ من 7 جنيه لحد 8 جنيه زرق المين يا اللي هو طبخ يا جماعة وفيه في الكارة لحد 9 جنيه كارة تحمير طيب الافرست فيه بطاطس افرست طبعا تحمير فيها من 11 جنيه 11.5 لحد 12 جنيه على جودة الاجيريا فيها برضو كذلك الامر من 11 لحد 12 جنيه اللي سبونت يا جماعة فيها لحد 13 جنيه 13.5 اسعار الطماطم في سوق العبور طبعا فيه يعني اقل جودة في الطماطم فيه 90 جنيه وفيه اعلى جودة لحد 140 جنيه و150 جنيه في اسعار الطماطم طبعا حسب وزن العداء يعني العداء فيه عداءة 20 كيلو فيه عداءة جماعة 25 كيلو حسب الوزن طبعا كيلو الطماطم في سوق التجزيئة فيه بعض الناس بتبيع بعشرة وفيه اللي بيبيع كيلو نص بعشرة وكيلو ربع بعشرة حسب الجودة بتاعة الطماطم يعني مش كله سعر موحدة جماعة وحسب المكان برضو اللي انت موجود فيه يعني الاماكن اللي هي العشوائيات غير الاماكن طبعا اللي زي في التجمع يعني حسب المكان طبعا لان تاجر الاطراب بتاعه مثلا التجمع او اي مكان اعتبر ان هو راقي شوية بياخد اعلى جودة من سوق العبور علشان عارف ان هو يبيعها بسعر عالي اسعار البصل هنشوف طبعا في اخر الفيديو البصل اللي هو المزرع ده ايه حكايته هنشوف كل حاجة اسعار البصل في سوق العبور ابتدت ان هي تنخافض جدا يعني البصل الجديد البصل الجديد المقور يا جماعة البصل الجديد المقور فيه بداية من 9 جنيه و 10 جنيه لحد 12 جنيه في الجودة العالية لحد 12 جنيه في البصل الجديد ده البصل الفتيل يا جماعة اللي بقول لكم عليه ده البصل الفتيل ده اسعاره فيه لحد 14 جنيه ولكن جودته عالية وحلته حلوة شوية فيه لحد 14 جنيه وده ينفع خزين ولكن مش دلوقتي تمام ده البصل المقور المقور طبعا زي ما تشايف بيزرع جماعة اول ما طبعا يبقى فيه موسم حصاد جمع البصل هو جاي في العربات اساسا بيزرع فلما بيتخزن بيقعد مثلا عشان يتباع فبيزرع برضو زي ما شفته في الصور كده انما الفتيلة ينفع يعني بيقعد فترة اطول وممكن يتخزن ولكن مش دلوقتي اسعار البصل زي ما قلنا البصل المقور فيه طبعا من 9 جنيه لحد 12 جنيه والفتيلة فيه لحد 14 جنيه والبصل القديمة جماعة تحت الـ 20 جنيه فيه 17 18 19 جنيه حسب الجودة فيه البصل القديم الاحمر يا جماعة طبعا اسعار البصل في سوق التجزيئة اسعار البصل الجديدة جماعة في سوق التجزيئة يعني انا لسه سائل احد التجار بتوع التجزيئة قال لي البصل بـ 15 جنيه يعني جودته حلوة وشغال معي قال لي بـ 15 جنيه البصل الجديد البصل القديم طبعا هتلاقي فيه اللي بيبيع بـ 25 وفي بعض الاماكن يعني لو التجرى عايزيك سابقه هتلاقي بيبيع بـ 30 جنيه ياريت تكتبونا في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم